موسيقى السلام عليكم معاكم ميري توداي من قناة يوميات مغتربة ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير المعلومات اللي جبتم لكم اليوم على التجمع العائلي بإيطاليا الناس اللي طلبوا مني هذا الفيديو تأخرت عليهم شي نقولكم غير سمحوا لي تصلت بمركز الهجرة بإيطاليا باش للم المعلومات وتكون دقيقة أو صحيحة وهذه هي المعلومات اللي تحصلت عليها والملف اللي جبتها لكم اليوم تابعوا الفيديو إلى كل الذين يقيمون في إيطاليا بشكل شرعي والحاصلون على بطاقة إقامة لمدة سنة فما فوق يحق لهم الاستفادة من لمشمل الأسري التحاق العائلي بإيطاليا إذا كان لك أحد الأفراد عائلتك في إيطاليا وأراد أن يستقدمك عنده فيجب أن تعرف أن هناك شروط يجب أن تتوفر فيكما معا لكي تستفيد من لمشمل العائلي لذلك لذلك أعزائي المشاهدين ندعوكم إلى مشاهدة هذا الفيديو حتى النهاية وما تنساوش اشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد واعجاب السؤال اللي لازم يطرحه أي شخص على لمشمل الأسري ولا لمشمل العائلة أو التجمع العائلي بإيطاليا فهي من هم الأشخاص الذين يستطيعون الاستفادة من الالتحاق العائلي بإيطاليا أولا المهاجرون الذين يستطيعون طلب الالتحاق العائلي بإيطاليا هم الأشخاص الذين يقيمون في إيطاليا بشكل شرعي والحاصلون على بطاقة إقامة لمدة سنة فما فوق وهم كالتالي الأشخاص الذين يتوفرون على شهادة إقامة من أجل عمل أولا الأشخاص الذين يتوفرون على استثمار داخل إيطاليا تانا الأشخاص الذين يمارسون نشاطات حرة تجارة تجار يتوفرون على استثمار داخل إيطاليا تالتا الأشخاص الذين يتوفرون على إقامة دائمة في إيطاليا رابعا الأشخاص الذين يقيمون في إيطاليا من أجل الدراسة يعني الأشخاص اللي عندهم إقامة دراسية والأشخاص الحاصلين على حق اللجوء في إيطاليا والأشخاص حاملين للجنسية الإيطالية هدهما الناس والأشخاص اللي من حقهم يطلبوا تجمع العائلي إذا كان أفراد وصلتهم يعيشون ولا متواجدين في دولة غير أوروبا كما ملاحظة وكاين أشخاص وحد أخرين هؤلاء الأشخاص الذين يتوفرون على بطاقة إقامة لتقل سنة يحق لهم طلب الشمل العائلي والتجمع الأسري وهناك أشخاص بمعنى أشخاص الذين مثلا الذين عندهم استثمار حر وعندهم تأشيرة لمدة سنة إذا كان عندهم تأشيرة لمدة سنة بهذا التأشيرة من حقه يطلب لم شمل العائلة المتواجدة في بلد الأم ثانيا نروح ونشوف الأفراد والأفراد العائلة الذين يحق لهم الالتحاق بالمهاجر في إيطاليا يحق للمهاجر أن يستقدم بعض أفراد عائلته من الدرجة الأولى وهم كالتالي الزوج أو الزوجة بمعنى إذا كانت الزوجة المتواجدة في إيطاليا من حقها تطلب تأشيرة لم العائلة معنى لم الزوج المتواجد ببلد الأم والعكس صحيح إذا كان الزوج متواجد بإيطاليا فمن حقه يطلب طلب تأشيرة لم شمل العائلة وهي الزوجة المتواجدة ببلد الأم ثانيا الأبناء الغير بالغين معنى الأبناء الأقل من 18 سنة هنا من حق الزوج أو زوجة أو في اثنين يطلبوا تأشيرة لم شمل الأبناء المتواجدين في بلد الأم الأبناء الذين يعانون من إعاقة وهنا السن غير مهم معنتها لو كانوا أقل من 18 سنة أو فوق من 18 سنة إذا كان عندهم إعاقة فمن حقهم طلب تأشيرة لم شمل الأسرة الوالدين ولكن بشرط ألا يكون لهم أبناء آخرين في بلد الأم أو لهم أبناء ولكن لا يعانون من إعاقة أو عز يعقهم من تكفل بالوالدين وفي هذه الحالة يجب أن يكون الوالدان قد تجاوز السن 65 سنة إذا كان عندك أب أم فوق السن 65 سنة وليس لديك أخوات أو إخوان اللي يتكفلوا بالوالدين هنا من حقك تطلب لم شمل الأولياء المتواجدين في بلد الأم كما يمكنكم أو يمكنك جلب ابن الزوجة من زوج آخر إذا كان قاسر أو ابن الزوج من زوجة أخرى إذا كان قاسر بشرط موافقة الوالد أو الوالدة الأصلي معناتها إذا كان يعني زوج إيطالي زوج على زوج يعني وزوجتها كان عندها أولاد من رجل آخر وكان من زوج آخر وكان عندهم أطفال أقل من 18 سنة أنه يمكن أن يجلب الأطفال الزوجة يعني يطلب تأشياء تلم أطفال الزوجة إذا كان الزوج السابق موافق هذا فيما يخص أفراد العائلة روح نشوف الشروط التي يجب أن تتوفر في المهاجر الإيطالي حتى يستطيع طلب الالتحاق أو التجمع العائلي يجب أن يكون له مدخول سنوي جيد كل شخص يريد جلب فردا أو مجموعة أفراد من عائلته يجب أن يتوفر على دخل سنوي جيد يكفيه للتكفل بهؤلاء الأشخاص ويختلف هذا الدخل بحسب أفراد الذين سيستقطبهم بحسب سنهم بمعنى كل شخص يلازم تكون عنده مدخول سنوي هم يحسبوا بالسنة بمعنى الشخص لما كانش يخدم كل شهر وكان يخدم شهر يخدم وشهر ما يخدمش هنا عندهم مجموع سنوي يعني يحسبوا لك في 12 شهر عفوا شحال كان المدخول تاعك وفي هذا الحساب يحسبوا عدد الأفراد اللي راح تستقطبهم عندك بالنسبة للبالغين بمعنى الزوج ونقوله إذا كان سيجلب فرضا واحد بالغ بمعنى الزوج متواجد في إيطاليا وزوجة متواجدة في بعض الأم وهذا الزوج تقدم بطلب تأشيرة لمشمل العائلة يعني لمشمل الزوجة هنا يجب يكون عندها مدخول سنوي يصل إلى 8,737 يورو بمعنى 8,737 أورو إذا كان سيجلب فرضين بالغين من عائلة فيجب أن يكون دخله يصل إلى 11,650 يورو سنويا بمعنى 11,650 أورو هذا بالنسبة إذا كان مثلا هذا الإبن متواجد في إيطاليا وعنده والدي متواجدين في بلد الأم فوق سي 60 سنويا وذلك تقدم بطلب لمشمل العائلة هنا لازم يكون عندها مدخول سنوي يفوق 11,650 يورو إذا كان سيجلب ثلاث أفراد بالغين من عائلة فيجب أن يكون دخله السنوي يصل إلى 14,560 أورو 14,560 أورو أما بالنسبة للقاصرين أقل من 14 سنويا هنا هدرنا بالنسبة إذا كان سيجلب زوجة أو أولياءه أو ثلاث أشخاص من شخص ثلاث أشخاص أما إذا كان سيجلب أطفال قاصرين أقل من 13 سنويا في حالة الزوجة مع طفل أقل من 14 سنويا فيكون الدخل السنوي 11,650 أورو 11,650 أورو في حالة الزوجة مع طفلين أقل من 14 سنويا يجب أن يكون عندها الدخل 11,650 أورو في حالة الزوجة مع ثلاث أطفال أقل من 14 سنويا فالدخل يبقى كما هو 11,650 أورو 11,650 أورو 11,650 أورو سنويا في حالة كان الطفل أكبر من 14 سنويا فيعامل معاملة الراشد ويدخل في حساب الأشخاص البالغين المذكورين في الفقرة السابقة بمعنى في هذه الحالة هذا الطفل أكبر من 14 سنويا هنا يتقدم طلب يعني يتقدم طلب لمشمل الغير الراشدين الغير البريغين ولكن في الحساب تعد دخل يكون حساب الدخل مثل الراشد بمعنى هنا الروح للمرحلة لمشمل العائلة المتكونة من شخصين إذا كانت زوجة والابنة التاحة ولا البنت لأحد الأبناء اللي يكون أكثر من 14 سنة اللاجئ معفي من تقديم الدخل السنوي لأنه لا يعمل ويحق له طلب لمشمل أسري إذا كانت قدمت بطلب اللوجوء السياسي في هذه الحالة أنت معني من تقديم هذه المستنادات يعني لأنك لا تعمل ومن حقك تلمشمل أسراتك ثانيا يجب أن يتوفر المهاجر على سكن لائق المرحلة الثانية الروح ونشوفوا السكن من بين الشروط الأساسية اللي لازم على المهاجر أن يتوفر عليها قبل تقدمه بطالب التجمع لائلي هو السكن اللائق اللي يسمح له باستقبال جيد للأفراد الأسرة حيث تخصي السلطات الإيطالية خبيراً يزور بيت المهاجر وكما أي دولة أوروبية وهو بحسب المساحة والمدة الاحترامه لقانون تعمير من التهوية والإيضاء الشمسية يعني لازم احترم المساحة باش يستقبل هاد العائلة اللي رايحة شيء كيف تتم مرحلة تقديم الطلب الالتحاق بإيطاليا؟ في هذه المرحلة غادي نروح ونشوفوا كيفاش تقدم الطلب بتاعك باش تلم العائلة المتوجدة في البلد الأمر بعد أن تتوفر كل هذه الشروط يبقى على المهاجر جمع ملفهم متكون من عدة وثائق شهادة العمل جوى السفر مستندات الضريبة شهادة الدخل السنوي الصادرة عن المحاسب وشهادة السكن ثم تقوم بدفع عبر الأنترنت إلى المحافظة أو البلدية الموجودة في منطقتك وستقوم المحافظة بتحديد موعد معك يعني لازم توفر هاد الشروط لما تتوفر معك هاد الشروط تبعت هاد الوثائق عبر الأنترنت غادي نخلي لكم بالنسبة للناس متواجدين في إيطاليا يعني غادي نخلي لكم لمراكز الهجرة ولكن كل واحد وعلى حساب المحافظة تاعه لنتحطها عبر الأنترنت خليلكم في صندوق الوصف وفي عبر البريد الإلكتروني راح تحط الوثائق المطلوبة شهادة العمل جوى السفر مستندات الضريبة وشهادة السكن وشهادة الدخل السنوي الصادرة على المحاسب لما يوصل الموعد هما راح يحدوا موعد معك لما يوصل وصول الموعد المحدد سيكون عليك تقديم جميع الأوراق والوثائق التي ذكرناها بالإضافة إلى أوراق أخرى سيطلبوها هما منكم بعد ذلك لازم يعني مدة الانتظار ومدة معالجة معالجة الطالب لا يتعدى تسعين يوم مدة المعالجة الناس اللي راهم يطرحوا لي السؤال في مدة معالجة هذا الطالب ما يتراوحش تسعين يوم معنتها ثلاث أشهر نروح نشوف الوثائق التي ستطلب من أفراد العائلة قبل الوصول إلى إيطاليا كل ما عليكم ولا كل ما عليهم تقديم أي وثيقة تثبت وجود قرابة من الدرجة الأولى مع الشخص المتواجد في إيطاليا للحصول على التأشير الإيطالية على سبيل المثال يعني الوثائق التي تقدموها للقنصلية الإيطالية المتواجدة في بلد الأم يعني تحطوا أي وثيقة تثبت القرابة وسيلة القرابة بكم وبين هذا الشخص اللي راهم تواجد في إيطاليا عقد الزواج بالنسبة للزوج أو الزوجة الحالة المدنية بالنسبة للأبناء وعقود الإزدياد والصور وغيرها يعني لما تمر هذه المدة تسعين يوم ويبعتوا لها الرد هذا الرد الوثيقة اللي يرسلوها له راح يبعتها للزوج أو الزوجة ولا الأبناء ولا الأباء يبعتها لهم بشي حطوه في الملف بشي حطوه طالب تأشيرة للقنصلية المتواجدة في البلد الأم قنصلية الإيطالية والملف التحام هو جواز سفر صورة شخصية يعني النموذج يعني ما الاستمارة والوثيقة اللي راح يبعتوها من إيطاليا بمعنى قبل طالب لما الشامل راها قبلة يبعتو لك هذا الوثيقة بالعقد الزوج بالنسبة للزوج أو الزوجة ولا شهادة ميلاد كل هذا تحطهم في الملف تاعك لازم تتاخد موعد موعد لمشمل الأسري غوكو موفاميليان وهما راح يردوا عليك وتحط الملف تاعك وفي مدة تتراوح ما بين أسبوع حتى للشهر يعطوك لتأشيرة تاعك وفي هذه المرحلة تنجم تسافر ملاحظة للناس بزاف ما يعرفوهاش لما تسافر لإيطاليا تروح للبلدية أو للمنطقة اللي راح عيش فيها في غوطوث 8 أيام لازم تروح للمقر الشرطة الأقرب بالمنطقة اللي راح فيها ولا يتنتبت حضورك يعني تدير اندوكلاغاسيون باللي راح متواجد في هذه المنطقة ورح تعيش فيها عندك 8 أيام بشترون بهذه العملية في الانستاغرام وصفحة تعي على الفيسبوك ونقول لكم نخليتكم على خير ونتلاقو إن شاء الله الأسبوع المقبل سلام